أذلة جديدة تضاف إلى لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب كشفت عنها وسائل أعلام أمريكية تثبت سوء تعمله مع المعلومات والوثائق السرية الخاصة بالدولة في التسجيل نسمع بكل وضوح الرئيس السابق يشير إلى أنه كان يحمل وثيقة سرية عن خطة محتملة لمهاجمة إيران الأمر الذي يزيد من صعوبة مهمة فريقه القانوني في الدعوة المرفوعة ضده في هذا التسجيل ترامب يقدم دليلا على كل عنصر من عناصر الجريمة التي اتهم بارتكابها فهو يشارك معلومات لا تحق له حيازتها مع أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها ولكن من ناحية العقوبة لا علاقة مباشرة بين الدليل والإدانة فالعقوبة تستند إلى العديد من العوامل التي تتعلق بتاريخ ترامب السابق وعلى الرغم من كل هذه القضايا القانونية إلا أن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لرئاسيات العام المقبل دونالد ترامب لا يزال هو المفضل لدى الحزب الجمهوري إذ عزز تقدمه على المرشحين الآخرين في الانتخابات التمهدية للحزب وفقاً لاستطلاع جديد لشبكة NBC News ولكن تقدمه في صفوف الجمهوريين قبله تراجع في صفوف الناخبين المسجلين إذ أظهر استطلاع آخر تقدم الرئيس جو بايدل الحاصل على 49% مقابل 45% للرئيس السابق على أي مراقب سياسي أن يسأل نفسه إذا ما كانت الأوضاع نفسها كعام 2020 عندما انتخب ترامب وإذا بكل هذه القضايا تظهر حقيقة ترامب لا أتخيل وجود أحد يعتقد أنه يمكن أن يصدق ترامب الآن ترامب الذي يعتبر أن كل التهم التي يواجهها ليست سوى وسام شجاعة عظيم يعلق على صدره يخوض به السباق الرئاسي لإقناع قاعدته بدعمه أمام جميع المرشحين ريتا سليمان العربية واشنطن لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر